السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم المطبخ العربي مع انسرين كويزين دونسرين جبت لكم حبوبتي هاد الفيديو هي كنت في دارنا هادا كنهار عشورة يعني يوم كان طيبة الوالدة تاعي ويوم انا طيبت حبيت نشارككم وش طيبت يعني الاطباق اللي طيبتهم هنا حبوبتي دارت رشتاء ودارت شخشوخة دارت شربة فريق ودارت تبولة ودارت الحملة حلو اسهل منو ما كانش وكانو عدنا شوية كبدة وشوية سكالوب وشوية قلب زد نقليناهم تتفاصل ما كناش حين نقلوهم كنت هنديرهم شطيت حاب صح ما كفانيش الوقت قوتلكم ما كفانيش الوقت خلاص يعني اذن الشيخ وانا ما زل ما حطيت قد ماني شاطرة بزاف المهم حبوبتي حبيت نشارككم هاد الاطباق على بني بلي هاد الفيديو شوية روتار يعني قتلكم دكتو في عشورة بصح البنات يعني ما كان عندي بزاف الفيديو راهم في البريفي ومعنديش الوقت ومعنديش لانتغنى ديما في الدار باش نفارتاجيهم معاكم هنا حبوبتي وجتكم لش كي ما كنت لاحظو حطيتهم هنا يا اخويا ويضحك علي مع هاجر ويمما يدو قلي واش عندك عرس وجت هذو كامل حطيتهم هنا يعني رابيت البصل رابيت طماطم جبت اللحم جبت الدجاج وجت على العينة هنا طماطم تشخشو خاشتوني عندن طيبها ولمشماش وكامل حطيتهم اكوتي وبديت نخمم واش نطيب تخيلوا لبنات حطيت هذو كامل وقعت نخمم واش نطيب قتلوا لخويا لبنات حقا نعرفكم بخويا خويا شمبيون دالجيري في البوكس جامي جبت لكم عليه المهم مربي يحفظوا هنا لبناتنا حين نبدأ ونطيبو الشخشوخة يعني هذو اللحم متاع الشخشوخة دي سيديت انه نطيب طبق باللحم وطبق بالدجاج وبيانسو يخ الشربة من درشيها الدجاج درشيها غير اللحم لانه دارنا يحبوها بالحمبرك يعني وكن ديرها بالدجاج ما يكلوهاش بصراحة هنا يا البنات دارت يعني هنا حندوزن باش ندير الشربة تلقاوا وصفة الشربة لي نخدم معنا شربة بالخضار ولا شربة تعناس الشرق تلقاوا كامل الفيديو تاع الشربة في الفيديو ديالي القدم مع انو عندي بزاف البنات كانت عندي قاناة تانية اللي راهم التحقين في قناتي هذي جدد اقولهم اهلا وسهلا بكم كانت عندي قاناة تانية وسكرتها يعني كان عندي 130 فيديو تخيلوا 130 فيديو مهم تسكرت وممش في هذه القاناة هنا حبوباتي يدرت الكرفس النعنع والدبشة مهم حبوباتي هنا يدرتهم يتقلى ونروحوا باش نقلوا اوه اللحم تاع شخشوخة فوالي حبوباتي نحيت منهم شوية بصل شوية طماطم شوية فلفل باش نبعت كنجي نطفيها نديرها يعني تلقوا هاد الوصفة بالتفصيل الممل تاني في القاناة ندير الملح طماطم صبرة هنا هاد الفلفل عندنا خدموه في الدار هاد الفلفل الاحمر تفاصلونا ما زلت ما خدمتوه بسكي عليها ما عنديش الشمس وينعاني عنددرت لها شوية كروية راس الحنوت هنا ندير لها هاد الامارينات الكامل المليح ركوتو فوراني بيضي درت هاد طيب نغلق عليها ونخليها تفاصلو ما نغلقش عليها الكوكوت هنا حبوباتي ركوتو فوراني بعد ما تقلت المليح الشربة ديالي راني نمرقها وهنا يا رشتة المرقة على رشتة تاني ديالي راني مرقتها ودرت لها اسمها اللفت هنا اسهل وصفة عندي كيلة الماء ملعقة عسمن كيلة ماء كيلة سكر زوج كيلات كيلة ماء كيلة ماء الظهر والفواكه المجففة كامل بعد ما كنت نقعتهم في الماء باش العينة تخرجيش هذيك الاسويدات تحها هادا وش درت لها البنات تعود قرفة وخليتها الطيب والله عشرين دقيقة طابت وطابتها هاي لا يمكن اقل هنا حين ديروا التبولة درت بزاف البنات هنا البرغل كما كنت لاحظو بصح جات بنينا بصح درت لها بزاف البرغل الوصفة الاصلية ليه مديري لهاش بزاف البرغل كما هذي مولاش تبولة ولا تبرغل كما تقول الوصفات يعني في الوصفات من الاوائل تاع القناة هنا بعد ما تبولة تاعي شمخة طبية درت لها الكزبر والطماطم كنت كابب لبنات يعني نعود نعدل في التبولة ونزيد لها الكزبر يعني بحثت هالجورة تشريلي المعدنوس ولقينها ما كانش خلاص هنا البنات هذي السلسة لاني رايح انقليهم ما كنت رايح انقليهم صح راح الحال الله غالب التبولتان ندير لها القارص وندير لها الملح وزيت زيتون الله الله وتخلطوها وهي من الاحسان تكون باردة يعني تتاكل باردة هنا يرانا مع هذيك الشخشوخة رانا نحينا هذك اللحم وراني نزيد في الشخشوخة ديالي شوفوا كيف شراهي اتشاهي صح جا تبنينا طبسي تانا تارشتارة هو جد كما كنت لاحظو ديجا شفته وشفته بالتفصيل هذي المرقة ديالو وهنا حبوباتي هذا هو يعني الصحن تانا شخشوخة تاني راهو وجد اشتهيتكم كامل لبنات وبصراحة هكا ياريت انه صح راني متلاقية بيكم وقعدنا على هذ المائدة هذا هو اللحم الحلوة تانا كما كنت لاحظو فيه جهائل مرقة سخف يعني صحجة مليحة وسريعة شربة تانا فريق تاني راهو وجده وهذه هي التبولة تاني راهو وجده احنا حبوباتي في ختم هذ الفيديو تا اليوم ونقول لكم اشتهيتكم كامل ونربي يحفظ لكم بالاهل بتاعكم وانشاء الله ديما تكونوا فرحانين ونتلقوا في فيديوهات جديدة وانشاء الله في المهة في مولد النبوي الشاري والسلام